مساء الخير وشراككم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير على البالي توحشتوني ونطول عليكم الغيبة مي أعدروني كل مرة قلت لكم نعود لكم نفس الهدرة ونشكر بزاف بزاف المتتبعات لما يبحثوا لي في الانستغرام يتقسيوا عليها يقولوا لي طولتي الغيبة غير الخير قولكم يتقسي عليكم الخير واللي برك تحيروا في عليها في قلبهم برك ونقلهم ثاني تربي خليكم لي موشترك هذه اليوم أشارك معكم الروتين بزاف هايل هنا كان جاي راجلي من الخدمة بس كي طول راح واقع الى واحدة العشرة يام ولا سمان امر العد وغير كيماجا ما عندوش بزاف مليجة ما لقيت شوش ندير حشا حوزت في الكنجيلاتور وقيت عندي صدر تعلجة جرحيته قلت ندير هكا البولات تعلجة البولي اشي وندير جواز بالجلبانة والزرودية وزتقلت له لي في خيط هنا الجلبانة اللي تكون في المجمد غسلوها قبل ما تطيبوها بس كي تجيكم بنينة اللي تطيبوها هكاك جمدة جيكم مقرزلة من طيب الكم شبية هنا يجوزت على الجلبانة انا كيندوز ندير البصل وليزي بيس وكامل نرمي معاه نص حبات عطوه معطيش كما راكم تشوفو في الكوكوتا وهاديك الكركاسات هاني تحدوزين بهادرة الكوركم فلفل الكحل شوية على القرفة مشي حاجة وزينجابي وزينجابي وضرت شوية سمن وزيت وضرتهم يتقللوا و بعد كي يتقللوا الى زيت نضيف عليهم الزرادية والجلبانة انا نقليها الجلبانة والزرادية باش يتلقوا لي هذيك القوش في اللاسوس و هذك البولي ديالي اشي و درتهم و نص حباته على البيت و لاشابلور و الروز و معدنوس و بعدها مرقت و درتت بوليس طيبتهم و قعدت نضيف خملت الحالة و كامل حبيت نضل عليكم بهذا الروتين بسكو عندي بساف ما طليت عليكم و كنت شوية مريضة هاد اليامات و كنت شوية فشلانة و كامل سيبوخسان مقدرتش نصور الفيديو كان مصور يعني على كل حال بركة الاوديو مقدرتش نديرو لكم و احنا البنات كنت ادرتع شاياي طيب و دخلت خطية دوش دوشت بيانسور نشفت شعري مكياج 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 و كنت درت خبزات على المسكوش و ثاني درتها الطيب نقصت لها ثانية النار كامل فلفو في الكوشة و دخلت خليتها الطيب يعني درت كيك احنا كان عندي شوية تعلوز قلت نحمسه باش ننزين به الكيك ديالي و من جا واحده و خرارة ننقليه في البطاطا نوجد فحشايا باش قيس ما يوصل لرجلي نعشيهم مي طول ملحقش طول ملحقش طول ملحقش ولدي جا عوسقينه قبل ما يلحق ولدي يحبوا ياكلوا معايا والفو بس كينا اكل معاهم سيب وخصاء قالوا لي كولي معانا قلت لهم بابا كمران و جاي و كامل قالوا لي كولي معانا فتعشيت معاهم و كي جا رجلي طول بزف في الطرق كي كان جاي قلت لكم كي جا حطيت له لحشا ما صورت لكم ش الجواز تعي كيفش جا و كيفش حطيته ولدي جاه و ما ما جاعنا جاعنا قلت لنا نعشيهم و حبيبتهم يعرفوا المال جواز تعي كيفش يجي اهنا الكيك هوليك بعد لي طاب جا بزف هايل و لا غر صدقوني درت لها غوست و خلاص ما تقيتش بوصفة زعمة درت فيها نغم المور بحبت بيت و كت عندي نصح بابا تاني درت بيها البولي اشي درت لها باكي و نصح خميرة الحلوة درت لها زود باكيات درت لها نصح كاس غربح سكر نصح كاس زيت نصح كاس حليب هدا مكان وهنا نهار الجماع حبيت نشارك معاكم تاني تروتي انت اغض من ذاك اهنا كانت عندي كمية مليحة على المشماش يعني هداك المشماش لي جيت طايب قلت انا في عضلي يخسر لي نديرو كونفيجوغ الهنا درت كل كيلو تاع مشماش درت له درت له خمسمائة قرام تاع السكر بس كل مشماش ديالي كان حلو مش هداك المشماش لي قارس ولا كان المشماش تحكم شوية قارس ديرو حتى لسبعمائة قرام اهنا ينطس قهوة الصباح الله الله وحدي كانوا يراقدين رجلي راقد شربت هنا في القهوة القهوة التاعي قهوة تبيان قاعد تراسي وقبال ينصر نجوزه للروتين تاع الجمعة انا بالجمعة من السي ما نخدمش بزاف شغل ما يكونش راجلي هنا ولا يكون ما نحبش نولف أولادي بالجمعة الزرزيق والدنيا مرفوضة دايمان لا فاي و هكذاك ندقي كل شي نمسح لابوسياغ نسيق اهنا ما بيت شربت حليبي كان ولدي تاني تنادو ما حبوش ياكلو الكيك هاداك والحليب قالوا لي ناكلو ياوغت هذا ابنينا قلت لهم احبه احبه اكله و انادو على بل كمدراري صغير كل مرة واش تنفح لهم ديفوا يحبوا ياكلوا ياوغت ديفوا يحبوا حليب انا ديفوا اولاد يحبوا الاملات مع الصباح كل مرة واش يهوى لهم سفي انا المشي على حسابهم ما نقدش نحتم عليهم ياكلوا زع ما ديك الحاجة بالسيف يشربوا حليبهم بالسيف نشوفهم هم وشورا محابين ياكلوا ندير لهم اهنا مجهة واحد اخرى كنت جبت الجفنة ديالي باش ندير الطعام وهنا المعجون ديالي كنت نحيلوا في هديك الرغوة كامل فوقانية هاد المرحلة بزف مهمة اول حاجة باش المعجون تحكم ما يفسد لكم ش تنحيلوا كامل هديك الرغوة اللي تجي من الفوق وبينسوغ الطعام ديالي بعد لي كنت نفور فيه نقول لكم انا يا محتمدة طريقة تاع الوصفة تحشفهيشا ندير الطعام ونشمخوه بالماء يغلي شوفوا السرع طعام توجدوه في حياتكم يوجد تمتم خاصة انا القدرة والكسكس ديالي شوية تقال تاع شاف هادوك يعني تبطه باش تفورلي ميكين دير هاد الاغوسات تاع الممغة لي تفوزوش تفويره ديف واحدة تفويره يفورلي هادك الطعام وبينسوغ حاشاكم جوزون الشاف الكوزينة انا نجوز لها باسكو ولادي كي اكلوا الحاجة مغرف في اللرد ومغرف في فمهم من الاحسن الوحدة تجوز على الكوزينة باش تحسكم من الدرنقية جوزت نشاف سقيت هادوك البلانت التوعي في البالكون الكوزينة وحاشاكم التوالات والبالكون يعني كما قولوا وين نشروحوا يجنا وين ندوروا كامل هادو من الاحسن الوحد كل يوم يجوز علي مغن الشاف خفيف باش يقول لكم زع ما تزر سقو الدنيا كل يوم وكامل من الشاف شوية صانبه او يدخل لكم ضييف يجي لكم شواحد او من البلجمع على بلكم يحبوا البيت اننا يكون ريحته شبه على بلكم والمنظر اللي يحبوه كامل واشتري تاعليزارة ولا الستوخ يكون يدي فيه الرح اهنا قطلكم نقيها ذيك العاكو البالكون سقط البلونت كامل وكاش نهار دي ما قولكم نديلكم اسمه فيديو على البلانت كيفش نحتانيو بيهم انا على حسب الخبرة تعيكم اما ما يعندي شوية خبرة بس كي انا ملي دوجت وليت نهتم بزاف بالبلانت قولكم الحاجة اللي يحبوها يحبو الضو ما يحبوش دو يعني النباتات لي اغلبية الجزائريين عندهم انا حولكمش انا البلانت لي ما تلقوهم شو لا ما تعرفوهم شو لا هنا ثانية عندما دخلت على البيت التاعي كنت خملته وكان ديجا مخمل ماشي حاجة برق ستفت هدو كسب عبض جوزت له حاجة تانيتين شف خفيف برق ماشي حاجة هنا البنات ليستوغ هادو ما حبيت نبدلهم حبيت ندير واحد ليستوغ يجو في الباج ولا يكونوا وحدهم ولا ندير فولغ هادو كيمتع الكوزينة التاعي قولوا لي وش رايكم ولا نخلي هادو ما ليستوغ تعال الال هادو حبيت نديرهم الشامبرة تاعي والمدخل البيت اللي هندير حبيت تقمش فولة غي ضويل حالتاني تبيان والله هنا الطابلة تاع الاول ديالي كانت واحد المشتركة قتلي وعليش ما ديريهاش بالعرض يعني كنت ديرتها بالطول قتلي سي ديريها بالعرض وشو فيه لتجيك هايلا قولوا لي انتم ما رايكم اسكوك هكذا خير ولكن ما كانت بالطول انا عجبتني بالعرض تاني جات احسن من اللي كانت من قبل لحنا المعجون ديالي هوليك بعد اللي طاب شوفو لحنا قولوا بخازك مقعد ترحى كامل كيف زف لي خلو هكذا يفي هكذا مور صوت خفاف مي انا نحب نرحيه نرحيه كامل ميكسيه هنا خليته برد بيان قلت قوم بعد مور مور جموحه كي نفطر ونخسل معني وكامل نرحيه هنا خليته حتى الحشيه كامل كيف طرنا ويعني وصلينا تكينا شوية وكامل ونطلع حشيه باش نوجد دحشاية قلت وش ندير وش ندير ولا هنه شتو كتن ستف هدو كل موعة الفطر كتن مقطرت هم هنا كتن حن ندير خبيزات خبز الكوشه وعني شاركت معاكم الوصفه ولي حبيت الوصفه بالتفصيل تلقاها في القناة تكتب مطلع الكوشه اسم قناتي يخرج لها تخرج لها بالتفصيل لها المعجون تاعي هولي كفاش جا جا ما شاء الله جا انضي غيت عبرها وتحصلت على كميه هايله تشد لي دوكاتيك انا فشتن حب ندير قاتون حب ندير صابلي كما وجي لعيد الكبير بلك ندير شوية حلوة ولا كش ما ما ليش عارفة اسكن دير زوج نواع ولا المهم اللي كتبها ربينا نديرها ان شاء الله هنا ستخليته ببرد بيا كان بارد يعني على كل حال ونبعدها باش نخبه هنا كنت لبنت شوية الترشي وشوية البدنجال وطماطيش شويتها والتم تانيت شويته ومبعد طماطيش شويتهم قطحتهم هكذا مربعة صغار ديتهم شوية زيت خليتهم تقلى وتخبية ابخي نقيت هدك البدنجال والترشي درتهم معهم يتخلطوا يعني تجي الطريقة كمتال حميس ميها دياب البدنجال تجي واحدة تكتوكها شوفوا قد ما تاكلوا منها ما تشبعوش هنا قلت لكم كنت درت خبز الكوشة كنت هنا هنا نقرص فيه نفتح فيه بقالي برك باش نطيبو هنا البنات بالنسبة لي حب تخل معي في القغوب في الواتساب باش تخدم دير مصير فالعمرها ثانية منها تشري باقة لولدها باش تقريهم في العطلة الصيفية كاين الحساب الديهني كاين كامل الليل انجلي تحب تزيد تقفوا ليداتها اللي نقصين في الفرانسي انجلي تستغل الفرصة في الصيف تشيلهم باقة يتعلموا ما تجي تلحق الدخول المدرسي يكونوا العطلة ما راح تش هكذا كباطل تدخل نخلي لكم رابط الواتساب وتدخل تلقاوا المدربة ما يفهموكم في كلش ما تتقلقوا ما ولو تحب تدخلوا و تسقصوا و تشوفوا مش شرط غير تدخلوا و خلاص راح تسجلوا كامل سقصوا و شوفوا لا تساعدكم ما تساعدكم و من هكي تشري باقات راح توليد خلصي أسبوعيا زيدوا كما قولوا للتفاصيل اكتر نخلي لكم رابط الواتساب وتلقوني انا ثماتاني تاني دخل في هذا القغوب قلكم مرحبا بكم لها المعجون ديالي هاولي كيفاشتا درتوا انا في القراءة هكذا يا هاد اللي ديمدتها لي ماما وسكن ما عنديش بالكونجيلاتور ديالي بزاف صغير و خلاص الفيديو تعنا تم تمت جزل الفيديو قولكم حبيباتي تهلا و في راحكم و ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو على بالي ما فيش حاجات ما فيش تحفيز بزاف ما حبيت انطلع عليكم مش متقلقوش عليها قولكم تهلا و في راحكم يا اعز صديقات يا اعز اخوات قولكم سنوني في الفيديوهات الجاية ولي حبت تزورني في الانستغرام ديالي نقول لك حبيبتي مرحبا بك و نخليهولك تاني صندوق الوصف و نقولكم الى فيديو اخر ان شاء الله